خبر تاني يخص نجم كبير طبعاً بنتكلم على ليون ميسي تورام طبعاً تورام ده طبعاً الفرنسي اللاعب الفرنسي الكبير كان مندهش جداً من يعني بعض الجماهير اللي صفرت على يعني بعد طبعاً هزيمة البي اس جي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بتلاتة واحد كان مستقع جداً ومستغرب من الجماهير بتصفر وطبعاً على خاصة على ليون ميسي ما فيش شك وهو تورام بيقول أن يعني فاريس تانجرمان مع الخسر طبعاً تلاتة واحد كان بيقول أنه ما فيش سبب واضح ليه طبعاً الصفافير وطبعاً اللوم الكبير اللي على ميسي فيه خلال المباراة وقال أنه أعتقد ده ما ينفعش يحصل مع نجم كبير زي نجم بحجم ميسي وقال لازم الناس تحترم ميسي بشكل كبير تحترم تاريخه اللي قدمه مع طبعاً سنوات طويلة جداً جداً مع برشلونة لكن وارد في قرط القدم أن يكون فيه عدم توفيق في مباراة أو حتى في بطولة لكن هو قال على الثاني طبعاً ترام أنه لا يمكن لأي شخص يحب كورة القدم أنه يسمح بالصفيرات ضد ميسي طبعاً أبرز لاعب البارسة واليوبي السابق طبعاً بيتكلم على ميسي بشكل كبير جداً وقال يعني برشلونة هو بيت ميسي وأن الرحيل عن البيت كان رحيل صعب جداً جداً فيه طبعاً قد طول حياته الاحترافية في برشلونة كان من الصعب طبعاً التأقلم بشكل سريع في باريس سان جيرمين تورام كمان نصح عثمان ديمبلي حضراتكم عارفين عثمان ديمبلي كمان كان فيه دلوقتي تفاوض في تجديد التعاقد مع برشلونة لكن طبعاً عقده هينتهي طبعاً في هذا الموسم وبالتالي تورام بيقول كمان عثمان ديمبلي خلي بالك الأفضل لك البقاء في بيتك في برشلونة ولك عايزة يعني في تجربة ميسي والخروج من برشلونة لسه برشلونة